عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء خاصا مع الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين وذلك بعد الانتهاء من أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم أشهد نقيب المحامين باستجابة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمقترحات نقابة المحامين وتعديل بعض المواد ذات الصلة من مشروع القانون من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على احترام مجلس النواب وبتقديره البالغ لجميع محامي مصر باعتبارهم يمثلون عنصرا أساسيا في منظومة العدالة والمتمثل في الدفاع عن حقوق المتهمين وأكد المستشار جبالي أن مجلس النواب كان حريصا منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزرات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأن الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني ويكفل الحقوق والحريات ويؤكد على ما ورد في الدستور من ضمانات ويفعلها من الناحية العملية موسيقى